أيها الأحباء أعتز وأنا أقول أنني ابن قرية صدد السوريانية الآرامية التي عمرها أربعة آلاف سنة والتي ذكرها الكتاب المقدس في العهد القديم ولا تزال إلى الآن محافظة على نقاوتها كأرض السوريانية لا يوجد فيها أي طائفة من الطواف المسيحية الأخرى ولا الأديان الأخرى وعدد سكانها ما يقارب الأربعة آلاف عائلة السوريانية ونحن وإنتم نشترك مع بعضنا البعض بالتراث وبالعقيدة وبالإيمان وبالأرض وبالهوية ولم تخلو أبرشيتنا أبدا في يوما ما من السوريان ولذلك اختار البطريارك أفران برسوم أن تكون حمص حيث الاستقرار والراحة والهدوء أن تكون مقر له كبطريارك وسابقا كان فيها كمطران طلب مني الحديث عن البطريارك أفران برسوم ولكن أعددنا فيلم وثائق في حمص أثناء احتفالنا بمرور خمسين سنة على وفاة البطريارك أفران برسوم وكنت أتمنى أن يكون جاهزا بشكل اللايق الذي تعبنا عليه كثيرا في حمص لتشاهده أنتم أيضا فهو فيلم بالفعل متعوب عليه وجذاب أكثر من أن نحكي هناك الصور وهناك صورة البطريارك أفران هو شخصيا يتكلم في صورة فيلم وثائق للبطريارك أفران برسوم بس مع التقنيات المعرفة التي صارت هنا لا يزبط معنا الفيلم صلونا بركة الله بيزبط الفيلم وبتزبط الوصول إن شاء الله صبت في معكم في دقيقة قاني إن شاء الله الفيلم اللي عددناه نحن مدة ساعة ونص وصرنا بتلفزيون بالقناة السورية ويوسات واختصرنا ليكون أربعين دقيقة فهلا إن الفيلم عنا مع ما يفتح قولي بسورية ويوسات لساعة مونيكة